صحتك بالدنيا بشكل من يضع في المنعم تاعم هو بالعكس دي Butler firmت بشة دراسات وراها للمسيام نقال وزيد فعالتها buddy اللي هو نزيد تداوه tuners في الوزيد يوجه بطريقة باهية المناعة. هذا هذا احنا اقوله في المطلق. لكن لكن بتبعت الحال اه دي ما ما نعود نقوله اه متاعنا باهي ولا خايب. اه. وحتى حتى اللي كنت نحكي عليهم المنتاع والافلامسيون مربوط مباشرة بالاكل متاعنا والتصرف متاعلا وكذا. معنتها اه لو احنا اه في فترة الافطار اللي ناكلوا برشة زيوت ونشربوا برشة قهاوي وكذا. اكل البنيفيس هذي كاكل بشي تقلب. فهمت كيفاش بش تولي فم افلامسيون اكتر بش تولي كذا بش تتقلق اكتر. ولي نربحوهم السيام يمكن اه نجموه نخسروه بالعادية الغالطة هذي. ايه. والا. معنتها بشنا احنا نمشيوا في البنيفيس ع سون بورسان. معنتها من الاحسن. انا اه نبعدو على كل ما هو الافرعت في السكر وفرعت في الزيوت. الافرعت في القاوي. الحاجات اللي معنتها تعمل هاكت نجم تعمل التهاب وكل شي. ونميلو اكثر للخضراء للغلة. نشبهم ليحميه كذا. بل هذي يساعد يساعد ان اليمينيتيام تعالى تكون كاملة وديما موجه خير في المدار. حتى الملذ ينقص. داكور. دخي بيان. وينا جزمان كان هلا يكون بشيكوة سؤالي معتا. اسكو فما دي ريس كحنا مزلنا بخي تو الدنيا تقس متقلب. فما ناس اللي تستبرد وو كذي. دونك معنيها بارابور لليمينيتي متعنا انتي هك قلت. يعني حتى المرذ ينقص. استكو سيء مبورتان كمم درنفرسي نوتر إمونيتي في المدار. معنيها. عبيد تحس بتتخاك بتعب تحس بمعنيها اللي اللي بدن تاعب في رقو تقولك. سيء مبورتان دبوستي اليمينيتي ونركز على التغذية اللي هي تقوي المناعة. بطبيعة حال هو خاصة لن هك كما قلت انتي في فترة اللي فما تبديل تقس. اللي ومعانا نبضان واحد ينجم يتعب. من احسن واحد معانتها كما كنت نقول ياخذ ياخذ احتياطات صغيرة هك في الماكلة شنوه يياكل وقتش يياكل. بش يبدا هك بدنو يودا متتحذر. بش احنا اقوله المناعة تكون متحذرة. لو يا ما يمرضش او حتى لو كان مرض يبدأ معانتها ينجم يقاو. ينجم يقاو. ومبدا سعفها مش اي مرضة صغيرة بش تغربوا عشرة ايام وجمعتين القاعد ياخذ في برشد وهي فما معانتها فما برش عبيد ياخذ ياخذ خطرات ما وياخذ الثلين. وما يبراش على خاطر نفس التصرفات معانتها التصرفات احنا نقوله العادات اللي هي بتاع ماكلة متاع كذا ما معانتها ما يحبش حسن فيهم ولا ما ينتبهش ليهم ولا مبادلهمش معانتها اه اللي هما معانتها كين ياكلوا برشة كما قلت اه اه زيوت برشة سكريات ما يتحركش مليح يبدا كما معانتها اه اه قلق في المعدة وجاير وا 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 وكحان ومانو حتى لو كان ما صلح ناش من هذا مهما بش تاخذ اه من احسن تطلح في هذا معانتها بش حتى كين فما مرض في السامة اي قاوم خير برش. يعطيك الصحة دكتور تاهر سعيدي مرسي لكم معانا في موضوع اليوم حكينا على كمان برنفرسي اليمونيتم تعنا والسيستام يمونيتم تعنا في اشهر رمضان كين معانا لمدسان جنراليس دكتور تاهر سعيدي دعيفنا في صحتك بالدنيا نكمل معاكم مع بيق الفقرات في كل نهار وقسمه على اكسب خسافة